اشتركوا في القناة العم العزيز الوالد الامير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني ان ابعث لسموكم الكريم اصدق ايات التهاني واطيب التبركات بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين والذي كان لدعمكم المستمر الاثر الكبير فيما وصلت اليه من مستوى مشرف من القوة والمنعة مكنها من الحفاظ على امن واستقرار وسيادة وطننا العزيز والمشاركة في تحقيق امن واستقرار المنطقة مع القوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة داعيا الله تعالى يعيدها علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا يدعم بمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ويديم على سموكم وفور الصحة والسعادة والعمر المديد ويحفظكم سندا وذخرا لمواصلة دوركم الطليعي في خدمة مملكتنا الغالية وشعبها العزيز ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي الابن العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بمزيد من التقدير على برقية سموكم الطيبة المهنئة لنا بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ومن دواعي سرورنا في هذه المناسبة الوطنية الغالية ان نعرب لسموكم عن شكرنا لمشاعركم النبيلة نحونا والتي نعتز بها كثيرا وتقديرنا لما توالون بذله من جهود طيبة لمواصلة الارتقاء بكفاءة واداء قوة دفاع البحرين كما ونود التأكيد على مواصلة دعمنا القائم والمعهود لهذا الصرح الوطني الشامخ داعين الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة وانتم تمتعون بموفور الصحة والسعادة وان يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء اشتركوا في القناة